موسيقى مساء الخير وأهلا بيكو حلق جديد وكلمة أخيرة النهاردة فقرتنا الأسبوعية الكروية من أول كاس العالم وحب نعمل هذه الفقرة أسبوعياً حنتابع بالأرقام وبالمعلومات كيف وصلنا للمربع الذهبي الأربع الكبار حيلعبوا في الأيام المقبلة المغرب وفرنسا يوم الأربع الأرجنتين وكرواتيا يوم الثلاث رئيس الفرنسي ماكرون أعلن أنه سيذهب إلى الدوحة لمؤاذرة فريقه في نصف النهائي يوم الأربع أمام المغرب وأشرف حكيمي نجم بارسان جرمان وجه رسالة إلى زميله في النادي يمبابي قال له إيه أراك قريباً يا صديقي أمبابي وحكيمي الاتنين بيلعبوا في بارسان جرمان ونيمار طبعاً نيمار روح مع البرازيل ومبابي بقى ومعه أشرف حكيمي الاتنين في بارسان جرمان كل الدعم للفريق المغربي حيكون معنا في فقرتنا الرياضية في النصف الثاني من الحلقة نجم الزمالك والمنتخب الأسبق كابتن فاروق جعفر ومعنا أيضاً كابتن تامر سائر المحل الفني لعون تايم سبورتس وآسر حسين المحلل الرياضي عشان نعرف بالأرقام بالجرافيكس بالإحصاءات أين وصلنا حصل إيه يعني كم هدف كم انذار كم ضربة جزاء ضاعوا كل ده هنعرفه بالأرقام وكيف وصلنا إلى المربع الذهب أما في ساعتنا الإخبارية فحنتعرف على تفاصيل قانون المحل العام الجديد مين حيسجل مين حيدفع حيدفع كام إيه الانتقادات لهذا القانون التيسيرات التسهيلات هتلاقوا أنه فيه جدول كبير جداً وفيه محلات خطرة وفيه محلات غير خطرة وفيه محلات محتاجة فيه 83 نشاط لازم لهم إجراءات أمنية وتصريحات أمنية منهم الكوافير كوافير لازم ياخد تصريح أمني قبل ما ياخد ترخيص المحل الحقيقة أنه فيه تيسيرات لها علاقة بالتسجيل أونلاين والتسجيل بالاختار وفيه حاجات تانية محتاجة لبعض النقاش أيضاً هنتكلم على النقاشات حول قانون التصالح الجديد في مجلس النواب هذا القانون اللي بيمس ناس كتيرة جداً قانون التصالح الأول وقف عند مرحلة معينة الناس دفعت ربع قيمة التصالحات الآن في مطالبات كثيرة بالتعديلات هنعرف هذه التعديلات بعد قليل يلا قبتدي الخلق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر